السلام عليكم الأخوان مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نقش فيه موضوع الهجرة وسوف نقش فيه مستقبل الهجرة بدولة كندا خرجوا الكثير من الفيديوهات ترجوه في الاغيزو السوسيو على الكثير من الطلاب الذين جاءوا من الهين الذين جاءوا من الفلبين والأغلبية لهم كنهنود الذين جاءوا لمقاطعة لونتغيو للمقاطعة برتيش كولومبيا لكي يقرأوا هناك كإنترناشنال ستودان يعني لديهم واحد مدام وعيانة فين خصومي تكونوا ويرجعوا لبولدان لأن القانون ما يقول أنت كعامل أجنابي أو كإنترناشنال ستودان يعني لديك برمي ديتشود فتكون لديك دغوات تقلص في كندا بذلك البرمي الذي تتعطيك IRCC إميغريشن رفجي ستزنشيب دياله كندا هذه الأجنسة أو هذا السيستم الذي تتعطيك بذلك البرمي تتخابع البرمي ديتشود فتكون هناك مدام معينة إذا تتساليها فتجدك ترجع لبلادك من غير لأنه يتوفرون فيك واحد لك ختاغ معينة الذي أضع لهم وزارة الهجرة الكندية لأنه يمكنك تدفع سواء Post-Graduate Work Permit يعني عندما تتخرج أنت من الإيكول أو من الـ College أو من الـ University التي تتقرى فيها عندما تتخرج ما الذي لديك دغوة لأنك تأخذ Post-Graduate Work Permit الذي يسمح لك لأنك تدخل في المارشد أو المارشد في الكنداة وتخرج وتدخل إلى آخره وعلى آخره ستجمع الـ Canadian Experience وتجمع الخطاق التي تريدون لأنك تدخل مقيم دائم في الكنداة فكتدفع ومقيم دائم يعني هذا الـ Process يجب أن يجب أن يجب أن يكون ميغران تماماً في الكنداة التي تدخل 41 مليون نسمة حسب الإحصائيات الأخيرة شيء الذي سنتحدث عنها فالكندا لديه تدخل من حيات الكنداة في الكنداة 32% أول بلد تصنف رقم واحد من حيات الـ الكنداة التي تأتي هناك وتطمح على أن تكون لديها رسالة أو تكون لديها الجنسية وتدخل في الكنداة وتأتي إلى الكنداة لأن لا يأتي إلى الكنداة من أجل موضوعية من أجل يعني يعني يحسن جودة الحياة لأن الوطن لا يسمح له وليس وليس من أجل السيكوريتي لأن خرجوا الكثير من الفيديوهات أو الكثير من الموضوعية في هذه الأرض ودخلوا الموضوعية وعندوا وعندوا هذا الوراق وفرقوا في بروكلين يعني في نيويورك وفرقوا إلى الكنداة إلى الكنداة في الكنداة في كندا وفرقوا الكثير من القرارات التي أجلت وفرقوا هذا وعندوا الكثير من الرسائل في الإنستغرام لديك أصدقائي والذين التي أعرفت بصفة عامة قال إيجابي أفضل بلدخل لأن النظام من النظام يمكن من أن نحن يمكن أن أن خرج ويمكنك الخروج في حياتي ويمكنك الخروج في حياتي تردد محاولة طريق ويمكنك الخروج التي اخذتها في حياتي ويمكنك الخروج بالنسبة لي لأنه تعرضت للعصار أو عechرة رغم أن الاجتماعيه usando الالتجاريخ والولايات المتحدة الأمريكية كان هناك أجنس مختصة بالإنسفكش ومختصة بالترحيل في الو كندا يتكلف عن هذا الشيء يتكلف عن نبيه The Canadian Border Service Agency هذا هو الأوفيسر الذي تنزل في موريال أو في فينكوفر وطبع لك وطبع لك وطبع لك وطبع لك وطبع لك وطبع لك فهذا يعمل مع The Canada Border Service Agency وهذه الأجنسة فيها واحد الفليار ومعينة فيها المختصة بالدبورتشن وحالة الترحيل فهو حالة قلال لأن الترحيل تتعلق إلي ادرتي جريمة يعني الفضائعة بعض العبارة هذه إلا دخلت في مثلا مع العصابات دخلت في 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 دخلت في دخلت في ميغراسون إلا 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 嫌ة إذا تبعضت تلك إطلاقات حالة إذا ادرأت شيء بشيء أو بقيت للمتحدث في ما الذي تم وقعت تلك الجائحات التي نشاهد وفاقك قال لك لن يريد أن يعيش من منهم لأولدنا لأنهم تم تزوار الحالات تم تزوار السماء تم تزوار المستوى للتطابق ويأتي يدخل هذه شيئا في مستوى الأولاق بلادنا ويأتي تخبرك على 100% لأستند السنين الأخيرة يدخلون لنا قبرة نعم مليون من الأميقران الكندا الذي تدخل هنا سواء برميداتي أو برميداتي أو مركز كثير من الناس الذين يأتي مؤقتا لأن الناس الذين لديهم رزيدانس برمانات هنا أو الذين لديهم الجنسية في حالة الاخرى فهما الناس الذين مثلا في السايف سايد ونحن نحن في السايف سايد يقدر يخرج قرار يقول لك أنه يوجد الناس الذين لديهم الجنسية والPR ويوجدون علينا ولكن الكنداة الأخوان شاء الله شاهد الفيديو هذا يسمى مستقبل الهجرة بكندا لوكا أو هذه التغييرات التي توقعوا أو هذه التغييرات التي تحدثت تجاه العمل الأجانب أو تجاه الناس الذين يأتي ونحن فهما تغيير التغييرات المؤقتة هذه التغييرات المؤقتة لا تقوم بشكل دائما هذه التغييرات لكي يسكتوا بعد الكندايين الذين سيكونون ضد الحزب الليبرالي لأن انتخابات الأخوان مقبلة وانتخابات جاية في العام المقبل إن شاء الله والحزب الكنسيرف يقربها لكي يبيت جسون تردو ويأخذ الحكم الكندا إلى آخر هذا هو التغييرات الذي يدعى الحزب الليبرالي لكي يشد الفهم الكندايين ولكن الاميغرات ستوقفة الشغل معكم صحيح ومع المساعدة التي نريد أن يأتي أي اميغران في حالة الكندا سيأتي الناس الذين ستأتي بمساعدة التعبير أو التعبير إلى آخر فالواحد يكالكول المسائل لكي قبل أن نزل الكندا الله يرحم لكم الولدي إذا لم تكن تكالكولي الأشياء ستعرف ماذا ستقوم بمساعدة التعبير ستأخذ المفرم لكي تتعلم لأن الاميغران فهو مانواع الذين يأخذ الأميغران مثلا كالتعبير وترجع البلاد ويأخذ الحمد لله لأنه يحب الوطن للأم وليس فقط في الوطن لدينا الناس الذين يقرأوا ويقرأوا ويقرأوا الولادات ويقرأوا ويقرأوا البلدان ويقرأوا الوطن للأميغران أتذكر هذا النوع الذي يقرأوا فهو لا تنظر معهم لأنه يكونوا مكالكين لديهم ويكونوا عارفين ما سيقومون كنظر مع الناس الذين يأتي ويأتي ويأتي أنها بصعوبة ستقوم بمساعدة كنظر مع الناس الذين يقرأوا ويقرأوا المسائل ويأتي ويأتي لأتي ويأتي ويأتي في تجربة ويأتي لأنه الأول الذي وصلت إلى هنا أصدام أصدام ما يمتز هل ستعرف لأنك تعرف ستخدم ستخدم لكنك تعرف أنك تعرف أن تتحدث معهم ستتكلم ويأتي لتكون لديك الادابطة عند السسطن الكندي ستتفقد ستتخلق في السسطن البركس لأنك تعرف لأتي ستبقي 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 ويكتب ستبقي ستبقي ستصدق ستبقي سيكون لدي بعديم نتوورك بك مع عباد الله سيكون لديك نتوورك سمسكون لذا الأخوة حلولوا اي حكومة صحيح REFUV semua Quelltionessna LeWAY ضربوا على الكلام ضربوا على الكلام وعلى زوجة كلها وعلى أي شيء تعقبوا بي هنا أحس بكم أعرف بزاف كلما يريد أن أجهد إلى تالية أن يتذهب إلى الكلام أن يتحقل إلى الليلة أنا أريد أن يكتشف لكنني لا أريد أن تصدمر بواقع والتي تذهب هنا وتخيل ما عندك لباك وما عندك مستوى الوغاوي الافنسي ما عندك لديك خطاق الليباراة للمينيستر الاميغراسي في كندا لكي تأخذ انت هذه الوريقات ما الذي يضمن لك على انك المستوى يرون وفلي معك لكي تبقى في كندا ما الذي يضمن لك على انت سليك البروغرام القرائي لكي تأخذ الاندوسترية الإخداثة ستخوّل لك على انك تأخذ الريزيدانس ام تأخذ الستهجرية يوضمن لتخرج المخشي المال في الواجب لذا اخوان الواحد يكالكولي الى وقت لكي تعرف بين غادي تكون الفيلم غريب جيد ومعرف الى البلاد الذي يأتي منها لكي تضعها لكي تستعيد الفيزا الى أخرى نعرف لانك تكون دائما لكي تقول ما عليك مستوى الى أخرى لكن لكي تدركك عادي مع مكاتبين فيها ومشروع الهجرة الى وعائلة الصغيرة لكن في الأوقا ان تدخل الديفلوب particularly مثلا للظهر الوتالان تدخل الديفلوبة فقط دخل الديفلوبات و أيضا ان تبحث عن نوارك وتدخل الديفلوبات في الدماء أو رشاركا لكي تقوم بتهمية التسيم وتسناول هذه الهجرة معكم إلا تشجعوني و اشتركوا باللقاء و لوصلك تعليقكم على مستقبل الهجرة في كندا ونجد فيديو و سلام عليكم اشتركوا في القناة